اشتركوا في القناة عن حاجة يمكن ناس كتيرة جدا بتخاف منها ناس كتيرة جدا بتقلقت منها وبتلجأ ان هي تكون يعني اخر حد ممكن تلجأ له ممكن تروح بقى للشيوخ والدجالين والعرفين علشان خاطر تتخلص منها او تتعالج منها وممكن يكون ملهاش اي اساس من الصحة في الاساس خالص ايه هي الحاجة دي؟ هي الجن فقرتنا التانية هتكون فقرتنا الطبية زي ما احنا متعودين وهتكون عن مرض يمكن ناس كتيرة جدا بتقلق وبتخاف ان هي تعترف به ودايما بتخبي اطفالها او بتنكر دايما ان هي عندها المرض ده بس طبعا ممكن يكون علاجه في منتهى السهولة واليسر لو اتبعنا الانظمة اللي المفروض الدكاترة بيقولولنا عليها موضوعنا النهاردة هيكون عن التبول اللا ايراضي ازاي بيكون وبيبقى امتى وفي انهي سن وبنعالجه ازاي؟ ده اللي هنعرفه ان شاء الله في فقرتنا الطبية بما ان فقرتنا الاولى زي ما لوهت عنها كانت عن الجن فاحنا فقرتنا النهاردة هنحكي فيها حكاية لطيفة جدا يمكن سمعنا زيها كتير قوي في مجتمعاتنا وخصوصا مجتمعاتنا اللي موجودة فيها الريف او في السعيد وبنسمع عنها بقالنا سنين طويلة قصتنا النهاردة عن ست بتحكي ان هي كانت متجوزة وكان عندها بنت صغيرة الست دي لظرف المال الظروف عمل زوجها اضطروا ان هم ينقلوا في مكان تاني ويروحوا يعيشوا في مكان تاني احنا هنطلع فاصل صغير ونرجع نكمل قصتنا مرة تانية انتظروا ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسا مكملين كلامنا وحكايتنا اللي كنا بدأناها قبل الفاصل الحكاية بتقول ان كان فيه ست متزوجة وعندها بنت صغيرة البنت الصغيرة والزوج اول ما اتنقلوا لين كان طبعا زوجها في الاول عنده يعني زي نوع من انواع ان شغله اتنقل في مكان تاني فاضطروا طبعا ان هم هيروحوا في مكان الشغل الجديد بتاع الزوج واشتروا بيت البيت الجديد في اول مكان هما الناس قاعدة فيه الزوج والزوجة والبنت الصغيرة اول شهرين عدوا بسلام تماما ما كانش فيه ادنى مشكلة بس بعد كده بدأت المشكلة بداية من الشهر الثالث والثلاث شهور اللي بعد كده ابتدت الزوجة تقول انا فيه حاجات بتبقى حطاها في اماكن معينة وتقول ان هي ما بقتش تلقاها في اماكن اللي كانت موجودة فيها البنت الصغيرة بتقول ان اللعب بتاعتها في غرفتها ابتدت ان هي تتحرك من مكان لمكان وابتدت ان هي ما تلاقيش برضو بعض اللعب او تختفي من القوضة بتاعتها الزوج برضو في اثناء القاعدة في البيت او اثناء وجوده في المنزل كان برضو بيحس باصوات وحاجات غريبة جدا ممكن تكون بتحصل معاهم في البيت ابتدى يدب الرعب طبعا في قلوبهم وابتدت العيلة تحس ان هي مش قادرة تتعايش في البيت ده طبعا سابوا البيت ولما سألوا فيه ما بعد لقوا ان البيت ده كان فاضل مهجور لفترة طويلة جدا والفترة دي ما كانش حد خالص سكنه وده كان احد الاسزاب اللي خلت سهر البيت رخيص وشجعتهم ان هما يشتروا البيت ده بعض الامراض كمان احنا بنعاني منها في مجتمعنا يمكن بعض الامراض الطبية الساعات الطب بيقف قدامها احيانا عاجز ان هو يلاقي لها تفسير او بيكون لها تفسير معين بس الناس مش قادرة تقتنع ان التفسير ده له سبب طبي زي مثلا زي امراض الصرع بيبقى ليها نوع من انواع التشنجات وليها نوع من انواع الحاجات اللي بيقدر يعملها الشخص المريض وبينفسرها يمكن طبعا في بعض الاماكن الريفية او في بعض الاماكن زي الصعيد وخلافه بتتفسر على انها مس من الجن يا ترى ايه هي حقيقة الجن؟ يا ترى ايه هي الاجسام الجن دي هل هي موجودة عندنا بالفعل في مجتمعنا ولا لأ هل بتظهر ولا لأ هل ممكن الجن بيلبس البني ادم ولا لأ ازاي نقدر نحصل نفسنا من الجن او نتعوز بالله من الجن ده اللي هنتكلم فيه النهاردة باستفادة مع بصنا اللي منورنا النهاردة في الستوديوم دكتور عاطية الهادي الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن ومن علماء الازهر الشريف ووزارة الاوقاف اهلا بيك يا فضلت الشيط اهلا بيك دكتور اهلا بحضرتك الحمد لله تمام حضرتك النهاردة منورنا جدا ويمكن موضوعنا كتير من الناس عندها لبس في حقيقة الجن نعم فما هي حقيقة الجن بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وبعد الجن هو مخلوق ناري مخلوق من النار وهو اصل الخلق قبل آدم وذلك ربنا ذكر في الآية والجن خلقناه من قبل من نار السموم قيل انه خلق قبل آدم بألفين عام وقيل انه خلق قبل آدم بأربعين شهر لكن يعنينا انه خلق قبل آدم وهم مخلوقات مكلفة وكانت لهم ممالك وكانت لهم حياة ولذلك ارسل الله منهم رسل ولكنهم عثوا وعاثوا في الارض فسادا ولذلك لما ربنا صور آدم وخلق آدم وكانت له هيئة وشكل وقبل ان تنفخ فيه الروح مر ابليس حول آدم ودهش من هيئته وشكله ولم يعرف ما هو وما حقيقته استغرب لان حقيقة خلق بطريقة ما اخرى غير الخلق اللي هو متعود عليه بالضبط كده فهو اخذ يصول ويجول حول هذا الشكل وهذا الهيكل وعجز عن تفسيره وفهمه فقال في كبر وغرور يخلق الله ما يشاء فلن يخلق افضل مني هل ده قبل بطة الروح؟ قبل بطة الروح في آدم قبل بطة الروح اه هو بطبع ان الكبر في غروره وهو عارف ان ازاي انا حاجة انا مش عارفها وازاي ده ايه فصالة وجالة حول هذا الهيكل قبل ان تنفخ فيه الروح وقال يخلق الله ما يشاء ومن هنا بدأ الكبر عند ابليس بالضبط كده ولذلك عندما اخبر الله سبحانه وتعالى الملائكة انه سيخلق خلقا وان هذا الخلق سيكون خليفة في الارض خشية الملائكة ان يكون نسخة من ابليس في الفساد في الفساد والقتل والخراب قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك وممكنوا يعتقدوا ان الدور علينا احنا بقى نتولى عمارة الارض والخلافة وكذا وكذا فحسوا من منطلق الغيرة بالضبط كده فرب نصحة تعالى قال اني اعلم ما لا تعلمون فلما خلق الله سبحانه وتعالى ادم ونفخ فيه من روحه وكرمه وامر الملائكة بالسجود له عصى ابليس وتكبر وقال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين الجن والانس خاطبهم الله سبحانه وتعالى في القرآن بآيات صريحة ونداءات واضحة اولا في قوله يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اخطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان ده اسلوب تعجيزي امرهم الله تعالى بالعبادة ونوها الى ذلك في قوله وما خلقت الجن والانس اللي لاعبدون فهم مكلفون انا عايزة اسأل ازاي هل لهم هم طبعا يوم مالك وليه اماكن بيسكونوا فيها هل الاماكن دي فعلا لسه موجودة وهل فعلا الجن حقيقته لسه موجود ولا خلقت معتش موجود الجن من طبعه الاستطار يعني ما يظهرش ولا يرى بالعين المجردة وربنا ذكر ذلك في طبعه في قوله انه يراكم هو وقبيل من حيث لا ترونهم الجن منهم المؤمن ومنهم الكافر جاءوا في ليلة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معه سيدنا عبدالله بن مسعود وفي مكان من مكة وعلى بعد من مكة وخط النبي خطا لسيدنا عبدالله بن مسعود على أن يتخطوه ثم ذهب بعيدا صلى الله عليه وسلم واخذ يصلي ويتخجد ويقرأ القرآن فجاء أقوام من الجن وسمعوا هذا الصوت الغريب والتفوا حوله ولم يكن يدري بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانش يعرف معنى كده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فعلا قادر أنه هو يشوفهم ولا هو الوحيد الذي كان مختص في حاجة كده ونقدرش لا النبي صلى الله عليه وسلم شأنه شأن البشر كل إنما أنا بشر مثلكم وهم محجبون عن رؤيته كما أنهم محجبون عن رؤيتهم يعني نقدر نقول قولا واحدا إن الجن لا يراه الإنسان لا يراه الإنسان لا يراه الإنسان يعني أي بقى قصة بتتحكي على إن وحد أنا شفت الجن وكان معدي كذا أو شفت الجن وعمل كذا ده من قبيل قدما يراه الإنسان يراه في صورة ليست صورة آدمية قد يراه في صورة حية في صورة فأر في صورة كلب في صورة بقرة في صورة حمار في صورة حيوان يراه في هذه الصور دلوقتي احنا بنشوف فعلا من الصبح فضلت الشيخ ساعات انا نجلة صبح وشفت قطة سودة قداني فاتشاقمت قلت دجن هل القطة السودة او الكلب مثلا بلون معين لون اسود هو الكلب او الحمار لما بيجي مثلا في حالة النهيق هل فعلا ده ممكن يكون متمثل فيه او لا شايفوه هو الكلب يتمثل وخاصة الاسود يتمثل في صورته الشيطان قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالاسود ذي النقطتين البهين فاقتلوه فانه شيطان او يتمثل في صورته الشيطان وجاء في حديث اخر صلى الله عليه وسلم وقال لو لا ان الكلاب امة من الامم لا امرت بقتلها يعني هو مش عايز ياخد العاطل في الباطل ولكن دي امة بتسبح لله سبحانه وتعالى ومخلوقة من مخلوقات الله فهو امر ان الكلب الاسود اللي عنده نقطتين فوق عينيه قاتل مستواد ان نحذره وان لا نقتنيه كما انه حذر من اقتناء الكلاب الا ان تكون لصيد او لحراسة فقال صلى الله عليه وسلم من يقتنى كلبا الا كلب صيد او حراسة انتقص من اجره كل يوم قراط قيل واما القراط قال انه يعدل احد او يزيد طيب القطة وخاصة السوداء وخاصة التي تحمل قبعينيها وتدقب اذا بنتشوف ساعات بتبقى يعني بتقبض الواحد فلو قد ترين في هذه القطة شراسة وقد ترين فيها هجوما وقد ترين فيها عنفا هل اقتنبها ولا اقتنبيها استعيذ بالله من الشيطان الرجيل استعيذ بالله وامشي في طريقها عندما يستعيذ الانسان من الشيطان فان الشيطان يفر يبعد تضعف قوته تضعف عزيمته انا عندي سؤال لحضرتك دلوقتي الجن بم انها اكتام بالفعل موجودة معنا ومخلوقات موجودة معنا بنشوف بعض الاحيان ان قدرتها على تحريك الاشياء او لها من المكان للتاني هل فعلا ده بيحصل حقيقي ولا ده نوع انواع الخيالات اللي بنتصورها لنفسنا الجن لهم قدرة بالغة وقدرة عجيبة على فعل اشياء كثيرة يعني هم الجن كانوا مسخرين في عهد سيدنا سليمان للبناء والغوص في البحار ويعملون له ما يشاء من قدور الراسيات واشياء كثيرة ولكن هذه خصوصية ومعجزة لسيدنا سليمان كان مختص بيها نبي من انبياء الله وده كانت معجزته في وقته نعم ربنا سبحانه وتعالى سخر له الريح سخر له الجن سخر له فهم لغة الطير لغة الحيوان دي معجزة خاصة بسيدنا سليمان حتى ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث قال قمت ليلة لأصلي هو قام بيصلي الفجر وبعدين بيخبر اصحابه قال قمت من الليلة لأصلي ما كتب لي او ما قدر لي ان اصلي فتفلت علي عفريت نشوف حتى النبي يعني حتى لم يسلم النبي عليه الصلاة والسلام من امر حاجة زي كده ان هو يتفضره فتفلت علي عفريت فامكانني الله منه شوف بقى اللفظ ده دي كانت معجزة في وقتها للنبي عليه الصلاة والسلام بالضبط كده ده هو بما يقولك فامكانني الله منه ده نوع من رد الفضل لله ونوع مش شطارة مني ولا هي قدرة مني فقال فامكانني الله منه فامسكت به وهممت لاربطه في سارية من سوار المسجد حمود من اعمدة المسجد حتى جئتم رأيتمه فتذكرت قول اخي سليمان ربي هب لي ملكا لا ينبغي من بعدي فاطلقت صراحة ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي انك انت الوهاب قال فاطلقت صراحة رسوله عليه الصلاة والسلام يعتبر ده تعدي على نبي من انبياء الله فما حبش ان هو يطلبه المعجزة بتاعته استحال ان هو هيتعدى على معجزة النبي قبله الا اذا ربينا داله الاذن طيب دي كانت خصوصية لسيدنا سليمان اما النهاردة حينما يعطي دجال او عراف او كاهن او ساحر او الاخ اي حد من هؤلاء عندما يزعم ان الجنة يستطيع ان يخرج اثارا من الارض ده سؤالي لحضرتك هل فعلا الناس بنقول عليهم الشيوخ او المشايخ او اللي هو بيدعي قدرته على ان هو يقدر يمسك الجن وان هو يربطه وان هو يحبسه او ان هو حتى يسخره في الافعال اللي هو ممكن يعملها هل فعلا في حد بني ادم في الدنيا قادر على انه يعمل كده ولا لا لا يستطيع الا في حالة واحدة ان يكون هو كافرا 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 طيب ازاي ازاي هو حتى يتعامل مع هذا عالم الغيبي طبعا وهذا العالم الغيبي حفظنا الله سبحانه وتعالى ان نتعامل معه طبعا من رحمة ربنا بنا من رحمة ربنا بينا والجنة كانوا قديما قبل مبعث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لهم مقاعد في السماء يسترقون السمع ويتجسسون على الملائكة ولهم احوال وليلة ان بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة ميلادي وليلة بعثة حيل بينهم وبين خبر السماء حفاظا على الوحي وحفاظا على الدين وحفاظا على البشر طيب عندما يأتي من يزعم انه يستطيع ان يسخر الجن ليفعل كذا او كذا او كذا هو كافر مثله بيقدر وبيستطيع يعني هو الاول بس اعرفك على ما تكفره ايه تمام ان يكفر بالله صراحة ان يضع ان يطأ المصحف تحت قدمي ان يسجد للشيطان ان يأكل حرام ان يعاشر في حرام ان يتعامل وقتا من الزمن مدة زمنية معينة قد تكون شهر شهرين ثلاثة كل حياته حرام اذا قال المؤذن الله اكبر هو نقيده يقول الشيطان اكبر يسجد ويسبح باسم الشيطان حتى يستطيع ان يتعامل مع هؤلاء وان يسخروا له باع نفسه للشيطان ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حذرنا من هذا بقول الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان اذا في عبادة للشيطان طيب احنا كبشر ربنا حفظ علينا عقولنا وحفظ علينا اطفالنا وبيوتنا وحفظ علينا ديننا الا يختلط الامر وان نعاشر هؤلاء او نعيش معهم او يفسد علينا حياتنا او كذا وكذا حتى ان ربنا ادينا في القرآن اية صريحة واضحة ان كيد الشيطان كان ضعيف ذكروا بالكيد بمناسبة ذكر حضرتك الايات للقرآن الكريم في اية تقول بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تقل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين بباب لهاروت ومروت وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم ضرين به من احد الا باذن الله الاية دي بيستشهد بيها ناس كتير جدا يا دكتور في ايذاء الجن للانسان تلبسه للانسان تفرقته بين المرء وزوجه والاستعان به في ان هو يضر به حد تاني كيفية الاذاء المكتب ازاي بس يا دكتورة الاية صريحة الاية في سورة البقرة والاية صريحة ان هذا الامر خاص بسيدنا سليمان يعني احنا لسا ذكرنا ان هم كانوا كانوا بيعملوا الاعمال الجسام والاعمال الضخمة بناء بيت المقدس ويحملوا الحجارة الثقيلة حتى ان سيدنا سليمان نفسه مات وهم لا يدرون انه مات وكانوا مرعوبين منهم فضل يعني دابة الارض تأكلوا من ساعته بالضبط كده ربنا ذكر في الاية فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابة الارض تأكلوا من ساعته فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المريب لو كانوا عارفوا من بدل طيب احنا لما يقول واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان هذه الاية تتحدث عن بني اسرائيل وعن احبار ورهبان وعلماء بني اسرائيل لانها في سياق الحديث عنهم طيب زعم بن اسرائيل واحبارهم ورهبانهم ان سليمان كان يتعامل مع الرعية بالجن وانه كان يتلقى وحيه من الجن وانه له في السحر والدجل والشعوذة حتى عندما ذغب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة وامتدح اخوانه من الانبياء كموسى وعيسى وذكر القرآن سليمان وغيره قالوا ماذا له محمد يذكر سليمان في زمرة الانبياء هل كان الا ساحرا قالوا ذا هل ده معناه فعلا عشان احس ان انا برضو بلغت للاستاذ المشاهدين الضرر الناتج من الجن هنصل للامر بس ابين حقيقة يعني ما تكون الاية في معرض الحديث عن نبي ومعجزة نبي لا تجوز ان انا ازا كان نبي ما اسقطش معجزة سيدنا سليمان على نفسه حاشا لله طيب هنا بني اسرائيل قالوا هذا الكلام في شأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ازاي بيمدح نبي وازاي بيسمع على سليمان هل كان الا ساحرا هل كان الا رجلا يتعامل مع الجن ويتلقى الوحي من الجن حتى يبا كده ممكن يكون ده اتهم صريح لسيدنا محمد عليه صلى الله عليه وسلم بالسحر وكمان نعم هم عايزين لا هم مش بيتهم النبي بالسحر هم هو اللي تهم النبي بالسحر الكفار قريش هم بيعيبوا عليه وليس سحر التخيل والمخادعة والخداع ولكن سحر الكلام وده موجود في كل الصور المكية خلي بالك فهنا لما ذكروا هذا ازاي محمد يذكر سليمان هم يعترفون ان نبي الله صلى الله عليه وسلم صادق وانه رسول طيب ازاي يذكر سليمان كما يذكر موسى كما يذكر عيسى كما يذكر ابراهيم كما يذكر نوح فقالوا هل كان سليمان الى سحر وكان يتعامل مع الجن وكذا وجاءوا ووضعوا اشياء تسمى النرجيات واشياء تسمى الاوراق وكتب في السحر وضعوها تحت مقعد سيد تحت كرسي سيدنا سليمان وجاءوا بعد موته وجامعوا الناس وقالوا تعالوا لترأوا السحر الذي كان يتعامل به ليخدعوا الناس ويوهموا الناس وذلك ربنا سبحانه وتعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان يعني الكلام ده مش خاص بنا وما كفر سليمان عشان ربنا ببرا ساحة نبي ولكن الشياطين كفروا ده بيأكد لك الحقيقة لانا ذكرت لحضرتك ان اللي يتعامل معهم بتسخير وقضاء حاجات وكذا وكذا كفر كفر بس بيحصل بيحصل طبعا بيحصل نعم ازاي دلوقتي ان انا يعني اقدر احصن نفسي من الجن او ان انا اقدر نفسي احصن نفسي من السحر وهل فعلا الساحر يقدر ان هو يستعين بالجن علشان يقدر يجيب له خبر من الزمن القادم زي علم الغيب او كده ولا لأ ازاي هل ده بيحصل وازاي ان انا اقدر اتعالج منه حاجة بعطيلي خمستاشر سؤال فيه انا عارض اولا التحصين ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة مضنكة ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين على رأس ذكر الرحمن الصلاة وقراءة القرآن فالصلاة قال الله فيها واقم الصلاة لذكري وقال الله في القرآن انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون وقال للنبي وانه لذكر لك ولقومك يبغيز ان هنا افضل واعلى درجات الحصانة الصلاة طيب نيجي في الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر فهو في ذمة الله صلاة الفجر تجعلني فيه كنف الله وفي معية الله وفي حفظ لا تقوالي اليوم لا شيطان انسي ولا شيطان جني ولا اي نوع من الشياطين يستطيعني يأزيني فهي حصانة هذا في الصلاة طيب في اذكار الصباح والمساء في قراءة اية الكرسي تعجز وتعجز الشياطين في استعمال السواك فالسواك مرضات للرب يغضب الشيطان ومطهرة للفم ومطهرة للفم ويطيب النكهة الى غير ذلك عندما النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع الحسن والحسين بان يقول اعيذكما بكلمات الله من كل شيطان وهام ومن كل عين اللام سيدنا جبريل لما نزل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد اشتكيت مش معنى ذلك ان النبي كان بيمسه شيطان او كان بيمسه جني او مشاكل ذلك ولكن ده اسمه تحصين اتحصن طيب ربنا سبحانه وتعالى لما بيديني الصلوات الخمس لما بيديني الاذكار بيديني التحصين الرباني بيديني التحصين الرباني فعليا اقترب من الله سبحانه وتعالى وان اجعل نفسي وولدي في معية الله الشيطان يفر عند سماع الاذان وعند سماع الاقامة يعني حق ترديد للاذان بعد المؤذن ده نوع من انواع التحصين اللي احنا ممكن نكون من اخفل عنه كلنا ده تحصين هين ولين بعض الاسر يفتح التلفاز على برنامج على مسلسل على كذا على كذا نحن لا نمنعك ولكن يأتي عند الاذان فيغلق التلفاز او يخفض الصوت او يحول تمه الاذان يفر منه الشيطان يعني البيت الذي فيه قرآن وفيه اذان يفر منه الشيطان البيت حديث النبي صلى الله عليه وسلم البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان ثلاثة ليال هل ده معناه انه هو تحصين لعمار البيت زي ما بيقول للبيت كله عمار البيت معنا ان احنا فعلا فيه جن معانا بس احنا مش شايفين هو موجود في دورة المياه موجود في حجرة مهجورة في المنزل موجود في البلكونة موجود هنا موجود هنا هذا قرين وهو معي ومعك ومع كل الناس ومع كل الناس وحتى النبي ذكر صلى الله عليه وسلم ما منكم احد الا ومعه قرين وفي رواية الا ومعه شيطان تمام قالوا حتى انت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حتى أنا وأعاناً الله عليه فأسلم طب يعني قرير للنبي كان كافر وكان بيحاول يشغله في العبادة ربنا أعانوا عليه وشوف الأدب بتاع النبي لما قول فأعاناً الله عليه فأسلم بس إحنا غير مطالبين غير بتحصيل نفسنا بالأسقار نحن نحصل أنفسنا ولكننا مطالبين بإن إحنا يعني نعان عليه أو نحن نخليه يسلم أو يكفر نعم طبعاً بإن إحنا نروح للدجالين أو المشاوزين ده أمر مفروغ بنده من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد وفي رواية من جلس إلى كاهن فصدقه أو فسمعه لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً ولا عبادةً أربعين يوماً الأولاني عشان صدقه لكن واحدة ريحة مع صديقتها سمعت بس هي لتكلمت ولكن والبرد أني راحت معاها فدخلت أربعين يوم لا تقبل صلاة ولا صوم إحنا الكلام حضرتك شيء جداً 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 فضيلة الشيخ دكتور عطية الهادي دكتوراء التفسير وعلوم القرآن ومن علامة الأظهر الشريف حضرتك نورتنا النهاردة يا دكتور جداً ولنا لقاءات تانية كتير حضرتك لابد توعدنا بيها إن شاء الله في حلقة تانية تخدمة بإذن الله إن شاء الله جزيكم الله خيراً وبركة الله فيكم أهلاً بإذن الله جداً إحنا دلوقتي الجن أجسام موجودة معنا ومخلوقات الله عز وجل موجودة معنا ما نقدرش إن إحنا ما نعترفش بوجودها الجن موجود تحصيناتنا بتكون بالأذكار والصلاة والرقية الشرعية ومن أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد يعني في نهاية الفقرة دي إحنا نعارضة أخذنا تحصينات وتعليمات ما أعتقدش إن ممكن يكون فيها كلام أكتر من كده تعالوا بينا نطلع فاصل صغير ونلجع مرة تانية كم من كلام دي